السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نذهب الى فرنسا مع للا نجود السلام عليكم عليكم السلام سيد كريبان حياك الله بنت نجود يا مرحبا بك والله العادي بنا احبك في الله احبك يا الله بنت وحافظك الله ورعاك الله سبحان الله اسم على مسمى من اللي يقول لك الناس دعي معنا ويكون عندهم مشاكل من كثرة انك طيب بعض المرض كتأثرك تبقى تبكير مع هذك الناس اللي عندهم مشاكل سبحان الله بعد اسمك على مسمى الله حفظك بنتي يا ربي كريم والله يغزقنا الاخلاصة في القول والعمل حفظك الله بنتي امين السيد كريبان عندي واحد تلات الاسئلة وكنت منى ما يكونوا اشتقال عليك لا مرحبا بنتي احنا سعادة بمكلمتك ربي خليك دابا هنايا في دول اوروبية عارفتي ما عدناش الحال نخدمه بالزيف نعم وانا محتجبة نعم ما كنقدرش لقاء خدمة بالزيف نعم وانا ما مقتنعاش باش نحييت الزيف باش نخدم ما عرفت واش دايزالية ولا لا ولكن جاتني فكرة جاتني فكرة يعني حل متوسط نعم ولكن ما عرفش واش حلال ولا لا باش نخدم بهذاك اللي كيسميه هلا بيروك اياها بنتي يعني نحطه شعر فوق شعر دياننا الاصلي ومن اللي ندوزو في لونت خطيان باش نخدموه كيبان بانا ما عدناش تزيف ولكن احنا عارفين بانا هاداك اللي ديرينو مش شعرنا اياها بنتي اياها بنتي بنتي نجود غنبغين قل لك واحد الكلام اولا في الفقه الاسلامي عندنا ما يسمى بفقه الاقليات فقه الاقليات هو فقه المسلمين المقيمين في غير ارض الاسلام حنا في الكوكب الارضي عندنا دارين هناك دار الاسلامي وهناك دار الدعوة البعض يقسم اسم اخر البعض اللي هو عنده واحد نزعة دينية شيئا ما متشددة يقول لك هنا دارين دار الاسلامي ودار الكفر لكن العلماء الناصحين المقاصدين يقول لك لا هذا اسم فيه اغلاق للابواب لابد ان نفسح الابواب فنقول هناك دار الاسلام ودار الدعوة فالبلاد الاسلامية في الدستور ديالها كتلقى في الديباجة الاولى بان الدين الرسمي للبلاد هو دين الاسلام هذه بلاد اسلامية فيها المآذن فيها الصلاة رئيس الدولة بنفسه يحرص على الاسلام كما في مغربنا الحبيب الحمد لله كالقو بان عندنا مؤسسة امارة المؤمنين اول من يحرص على الدفاع عن الاسلام والقيم الدينية هو ملك البلاد امير المؤمنين حفظه الله ورعاه هذا مكسب عظيم وعظيم وعظيم وجليل جدا وهكذا في بقية البلدان الاسلامية كل له صيغته اما بالنسبة الدول غير اسلامية كتلقى الدستور ديالها تنص بانه دولة لايكية دولة علمانية تفصل بين الدين والدنيا في اوروبا الان فرنسا في بلجيكا في بريطانيا عندهم هذا الكلام وفي دول اخرى مثل روسيا تقول لا دين تنع الدين تقول بان الدين افين الشعوب لا اله والحياة مادة والدين افين الشعوب تمنع اصلا وهنا المؤمن ماذا عليه ان يفعل الفقهاء كانوا عندهم ما يسمى باعتبار الوضع وباعتبار المآل نحن في بلادنا الحمد لله مسموح لنا ان نضع الفتيات يضعنا الحجاب لكن في البلاد الغربية نعلم صراعات سياسية بفعل بعض الاحداث التي وقعت انفجارات وتصفيات لحسابات سياسية ومقام مقتل مجموعة من الناس ونسب ذلك الى بعض الاسلاميين بين قوسين هذا جعل السلطات الامنية بفرنسا تمنع الحجاب وفي الحقيقة ليست هي السلطة الامنية هي هناك اشخاص في الحكم نافدين عندهم معادات للدين عموما ويفرضون مثل هذه الاراء فمنعوا ارتداء الحجاب فرنسا معروف بانها دولة الحرية ودولة الاخاء ودولة المساواة على ماذا قامت التورة الفرنسية مقومات ثلاثة الإخاء وليجاليتي مساواة هكذا كانت قامت التورة الفرنسية المفروض فرنسا اذا ارادت ان تبقى دائما من الشعوب التي عندها السيادة وعندها السمعة الطيبة وعندها القبول لابد ان تحترم هذه المقومات التلاتة التي قامت عليها قامت على الحرية قامت على المؤاخات بين الناس وقامت على المساواة هذه قيم نبيلة في الاديان موجودة في ديننا الاسلامي اللي يقع هو ان هناك جهات متحكمة نافذة فرضت عدم الحجاب للنساء فاذا اردنا ان نجادلهم نقول ما دمتم انتم تتغنون بالحرية وحقوق الانسان فالمفروض ان المرأة تقوم باي لباس تريد لها ان تلبس لباسا محتشم او غير محتشم لها كامل الحرية ما الممنوع هو الرموز الدينية الرموز الدينية نعم ممنوع نعم معكم انسان يضع رمز ديني لكي يتميز عن الاخرين كما ان مثلا في المسيحية يضع صليب وفي اليهودية يضع شاشية وفي الاسلام قد يظهر راية فيها السيف او كذلك هذا ممنوع هذه الرموز دينية تتخلق في مجتمع اللي بغي يكون قائم على المساواة والعدالة والحرية لا ينبغي ان نزعج الاخرين اما الحجاب فلا اذهبوا الى اي كنيسة وسوف تجدنا الصور للسيدة مريم العذراء السيدة مريم العذراء ماذا تضع في رأسها تضع حجابا النساء اللي هم في الكنيسة واوروبا الى حدود القرن الثامن عشر كانت كلها محتجبة اوروبا بكاملها كان الحجاب والاصل ارجعوا الى الارشيف انظروا الى الصور لفيديو لهم بالابيض والاسود وسترون بان المجتمع الغربي في اوروبا وامريكا وغير من دول العالم الحجاب والاساس بعد القرن الثامن عشر ستقع هناك مجموعة من الايديولوجيات الغريبة وسوف تعززها بعض الانظمة السياسية ومن ثم ستكون هناك لوبية متحكمة ويمنعون النساء من الحجاب الحجاب بنتي نجود ما حكمه في الشريعة عندنا الاركان والفرائد والواجبات هل حجابنا الاركان لا اركان الدين معروفة اركان الاسلام خمس شاءت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وإيثاء الزكاة وسوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع ايه سبيل هذه اركان الدين اركان الاسلام ثم عندنا الفرائد الفرائد وهي ما فرضه الله تعالى على عباده من الانصبة ومن شكلية الصلاة اربع في الظهر ثلاثة في المغرب هذه فرائد وهناك الواجبات الواجبات التي ربنا عزل اوجبها علينا ومن بينها الحجاب الحجاب هو ليس من الاركان بل هو من الواجبات فالمفروض على كل مؤمنة ان تقوم به وتلبسه لكن اذا كان هناك ضغوطات واذا كان هناك اكرهات فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها احنا في مغربنا العزيز ما في ضغوطات حمد لله عندنا البلد كلها مؤمنة وبحماية امارة المؤمنين واي واحد منع امرأة من ارتداء الحجاب هو الذي يعاتب ويلم ولا حق له بذلك لانه يخالف دستور البلد ويخالف مقتضيات مؤسسة امارة المؤمنين في بلدنا العزيزة المسلمة حفظها الله وبارك فيها اما في الغرب فانت مضطرة يا بنيتي انك تخضعين لسلطة السلطة المتداولة اذا كان هذا الحجاب وانت في فرنسا سيخلق لك يا عراقيل اذا كان المسألة مرتبطة بالرزق الرزق عند الرزاق سبحانه وتعالى الرزق لا نفكر فيه من داباق قل يالله يعوين لا يربح علش هتعار بان الرزق عند الرزاق جل جلاله مشي عند اي انسان اخر ان الله هو الرزاق ذو القوة متن لكن اذا كان الانسان عنده علاقات اجتماعية ولا يقدر وربما ايمانه لا يسمح له لان اصحاب الايمان القوي يقول لا يعوين لا يسهل علش احتدوا يقين بان الرزق عند الله شوف غير الانبياء اليقين اللي اعطاهم الله تعالى لا يدخرون حتى كان الدخل كلنا عندنا الدخار خيفين ورزما الانبياء من صفاتهم انهم لا يدخرون اللي جابوا النار الدهليل علش حتعارف بان الله هو الرزاق قس عليهم الاولياء الصالحون حتى هم ما مكيد خروش وكلما كان الانسان في هاد اليقين عارف بان الله قد يعرف قيمة حقيقة اليقين بالله فبنتي لك عندك اكرهات شديدة ولا تستطيعين لا يكلف الله نفسا الا وسعها الفكرة اللي قلتها دي البروك جيدة كيكون بعض الفتيات قتقلب عن العمل قد دي الانتخوتين اللي غادي يدلك الانتخوتين معروف غشوف لسافي ديالك غشوف لكومبيتنس مؤهلات علمية ولكن غشوف لسوى مم غشوف لحالة ديالك واشنطيع غتلقي لهم اولا غتدخل مع موحدة مؤسسة اما بانك اما شركة اما ادارة واشنطيع لهم اولا غالبا كيشوف لكوتي فيزيك الشكل دي الانسان الهيئة دياله الى كان مناسب مقبول الى تحتفش واحد في الانتخوتين متعصب ومضاد للدين في اوروبا كيني الناس كيبالك روى متحرر وديمقراطي وفيه الحرية ولكن بداخله بوعبع يرفض الدين ويكره الاسلاميين كتسمى الاسلاموفوبيا الخوف من كل ما هو مسلم غيشوف اقدر الحجاب غيصنفق بانك من الصنف الارهابي واصبح سهلا انك انسان ترميه تقول هذا اخوانجي من الاخوان او هذا عدلي من العدل والاحسان او هذا وغهاب من الوهابية او هذا شيعي المهم لابد التصريف اصبح سهلا مهلا الفكرة اللي قلت يا ابنتي كتسمى كتدخل فيما يسمى بالحية للشرعية الفقهاء منذ زمان وضعوا في باب الفقه وحد الباب كتسمى الحيال الشرعية اول من وضعه هو ابو حنيفة النعمان الذي كان فقيها في العراق وكان امين المال والعراق كان سوق رائجة والناس بخلطين فيها وكيوقع الاحتيال فابو حنيفة لما تولى القضاء والناس كيجيبوا لي بأراء معينة جاب هاد القاعدة كتسمى الحيال الشرعية انني باش ندوز بسلام كندر حيلة شرعية هاد البيغيك هو حيلة جيدة وداره قبل منك الكثيرين اللي احتمعنا في واحد المسلسل ديني جميل ورائع يوزر سيف اللي كيتكلم على قصة سيدنا يوسف عليه السلام اللي متلو فيه داك الفيلم كلهم ناس مؤمنين صالحين والنساء من أصلحي الصالحات والمخرج رجل صالح وعندهم كلهم بأن الحجاب فريضة دينية فلاحظي بأن اللغي مثل الأدوار دي المشركين الأدوار دي الكفار ما دينيش تزيف ولكن اش دارو دير البيغيك هي مؤمنة لكن تأخذ دور إنسان غير مؤمنة كدير البيغيك للاحظة المرأة التي زليها التي سوف تربي يوسف وسوف تغره رجعين للفيديو غير قال أتلقي بأنها دير الشعر ديلها ليس شعرها هذاك بيغيك شوفي ديك سيدة لمثلت زليخة كتكلم خارج الكاميرا وراء الكاميرا لكي تتكلم في أمورها عادية مرأة متدينة محتجبة صالحة لكن لما بحكم عملها الفني لكي تقدم دورا دورا سينمائيا فكانت مضطرة الفقهات جمعوا قالوا دي بات تمثل تمتدي الكافرة وفيها الإغراء خسد دير الجمال ديالها أشغل ديرت بين شعرها حراموا في الدين قالوا لله غد دير بيغيك يعني الشعر دي رامستور ولكنك شعر آخر اصطناعي هذا من الحيال الشرعية الجائزة وأسأل الله الواحد الأحد أن يحفظك يا بنتي نجود ويبرك فيك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة